حمسة إنه يعني نفيد اللي عم بيتابعونا خصوصي هلأ عدد إنه داخل شهر الصيف ومنعرف إنه شهر الصيف من أكتر الأوقات اللي لازم كتير نهتم بالبشرة فيه صح صح وهونا بتختار بتطلعات وصير كل ناس بده تدير بالها على بشرتها مضبوط ولكن كنت عم تقولي أمل إشي كتير مهم إنه كتير صعب إنه أنت تتفكري إنه المكياج بده يغطي تعب البشرة مضبوط رندا يعني كان في ناس عندهم فكر إنه إحنا منحط الميكوب لنغطي عيوب البشرة والتعب والإرهاق هلأ أنا مش مع هذا الفكر أبدا إحنا أول صار العناية أولا نعم إنه إحنا نعتني ببشرتنا أولا نعتني بجسمنا أولا بأكلنا اللي رح يعكس على البشرة هلأ الميكوب صفه بس هو عم ببرز وين معالم الجمال بيخبي عيوب شوي بس هو مش تغطاي لبشرة مرهقة لأنه شو ما غطيتي رح تصفي عم بتروحي إنه أنت عم بتحطي كمية كبيرة من المكياج وتشز هلأ مش موضة أبدا هلأ الفكر كله رايح إنه يكون الميكوب أقل شي ممكن تستعمليه بتظهري فيه ملامح الجمال اللي عندك بتركزي على مناطق الجمال عندك إذا في عيوب بسيطة ما لسه ما لقينالها حل ديونيغ إنه إحنا عم منحلها بنقدر نخفيها شوي بالميكوب بس أولا هو العناية إذن قبل ما نيجي للموضة المكياج والألوان والشعر بيجي للعناية شو أفضل الطرق اللي من تجربتك وعملك لقيت إنها بالفعل هاي الطرق هي اللي صحيحة اللي تخلي البشرة زي ما بتقوله هيك بتوج من الداخل مضبوط يعني كنا نحكي تحت الهواء إنه خلينا نحكي مصطلحات بسيطة جدا عشان اللي عم بيسمعنا يقدر يستفيد كتير منها العناية رح نحكي على العناية اللي لازم تكون كل ست عم تتقنها في البيت العناية بالبشرة مش حصرا عمراكز التجميل في عناية يومية في عناية مهمة مفروض الست بتتقنها في البيت رح نحكي على الأساسيات أول شي تنظيف البشرة تنظيف البشرة بتها تعرف كل ست شو نوع بشرتها وتروح على منتجات بتناسب نوع بشرتها العناية خلينا نقول التنظيف نستعمل عادة فيه التنظيف في هيرنتا يا إما الجل الفومينج جل اللي هو بديل الصبون وأكيد إحنا ممنوع تماما نستعمل قلويات وصبون على وجهنا هو الجل معمول ليكون مناسب للبشرة أو الملك إذا بنحكي مين الست اللي بتروح للجل أو الفومينج جل ومين اللي بتروح للملك الفومينج جل بتروح عليه الست اللي بشرتها دهنية أو مختلطة لأنه رح يقيم هالإفرازات الزيادة بس من غير ما يجرد البشرة من كل دهونها الطبيعية عشانك ما بنستعمل الصبون بالضبط الصبون رح يقلب البشرة مجرد من كل الدهون رح يقزيها رح تصير حساسة زيادة أو رح يصير ردة فعل للبشرة أنه تفرز دهون أكتر لتعود للدهون اللي تجردت منها إذا دهنية أو مختلطة بروحوا للجل للفومينج جل الملك الملك بتروح للبشرة الجافة أو العادية هلأ الملك طريقة لطيفة اللي تنطفي فيها بشرتك وتقيمي الأوساخ التلوث اللي على البشرة ونسبة الدهون اللي ممكن تكون قليلة في البشرة الجافة والعادية بشكل لطيف إحنا منزيلها بالملك فاتفقنا الفومينج جل للدهني والمختلط والملك للجاف والعادي لازم بعد هاي العملية نكون عم نستعمل تونك وبدي أركز على التونك رندا لأنه فيه أخطاء شائعة لازم نستعمل التونك بعد الجل أو بعد الملك عشان التونك برجع بيعادل لنا البشرة بعادل البشرة وبيقيم المادة المنظفة اللي هي مش مفروضة تضلها على الوجه إذا كانت ملك أو جل فيه التونك اللي بيكون تركيبته كحول إحنا عادة منقول إنه بلا منه ما نستعمله ما نستعمله لأنه الكحول اللي موجودة بالتونك بتجرد البشرة من دهونها الطبيعية اللي مفروضة تكون موجودة وبتغير نسبة الحموضة نعم هلأ البشرة مفروض البيئة هو معدل الحموضة اللي إلها يكون فيه حموضة بسيطة جدا إذا أمناها وصارت هي حيادية أو قلوية هي صارت بيئة سهلة إنه يصير فيها بكتيريا آه بكتير إذن هي لازم تضلها دايما حمدي دايما حمدي يعني البيئة كم يريد يكون؟ 5.4 إلى 5.9 بهذا المعدل بعد هيك هي بتستعمل الآي كريم كريم العيون وكريم الوجه وأكيد كل حدا صار عنده فكر إنه كريم العيون هو مختلف جدا عن كريم البشرة لأنه تركيبة طبقات الجلد تحت العين مختلفة عن البشرة إذن هنا أنا عشان مضلش كتير وقت وبحب أن نيجي للألوان قبل ما رحط الألوان بتقولي سن بلوك ضروري سن بلوك هذا الإشي الأساسي في العناية ما فينا بس رح نحكي سريعا إنه السن بلوك لما تروح حسة تشتري من من وين بتها تشتري شو لازم يكون مكتوب عليه فيه سن بلوك مكتوب عليه سن سكرين وفيه سن اللي هو إحنا سبي إف العناية واقش شمس إحنا تعودنا نقول عنه سن بلوك هو فيه سن سكرين وفيه سن بلوك سن بلوك اللي هو بيعكس الأشيح وبيخلي البشرة ما تنتصها السن سكرين بيأخذ هالأشعة الفوء البنفسجية بيحللها وبيرجع بيطردها من البشرة إذن شو الأفضل؟ يكون موجود فيه الاتنين اللي بيكون مكتوب فيه يو في اي ويو في بي اليو في اي اللي هي بيمنع سرطنات الجلد والفوء البنفسجية تعمل الشيخوخة يو في بي بي بيمنع الاسمرار أو الحروق الاتنين لازم يكون الاتنين ولازم يكون سن بلوك وسن سكرين بيعكس أشعة الشمس وبيصفيها في نفس الوقت حلو إذن خلينا نيجي للألوان رح نشوف مع بعض ألوان زي بنقول صف الصيف ربيع وصيف ربيع وصيف 23 و23 رح نشوف الصور اللي محضرتين لياهم اوكي اوكي ايش الألوان او ايش أكتر شي موضة بي ميكب الربيع والصيف لهاي السنة مهم هون حكينا أعمل حكينا الأكل أكيد مهم لأنه إذا فيه تغذية رح نتعكس على البشرة عم نشوف الصور إنه بتحس الكيوورد للميكب وللشعر هو البساطة يعني أنا فيه هلأ مقولة بضل أحكيها إنه ياس إنه سيمبل إس لكجيريوس اوكي البساطة هي الرفاهية اوه هو فخامة ورح فخامة صح وهذا السهل الممتنع موضة الميكب إنه رايحين لميكب كتير سيمبل ترانسبيرنت بيعكس البشرة مش بيغطيها كل شي فيه أبسط الكونتور أبسط الهايلايتر أبسط ألوان الأي شادو من البينك للبيتش لألوان الترابي الأبليكيشن تبعت الألوان بشكل بسيط الأي لاينر بالحجم الأبسط بالشكل كتير خفيف يعني إحنا عم نحكي إنه عم نروح للناتشرال أكتر كل ما رحتي للناتشرال بتبرزي الجمال الحقيقي لوجهك مش بتغطي جمالك وبتخلقي وجه جديد شكراً إليك أمل عبدالله سيدة الأعمال وخبيرة التجميل والبشرة شكراً أهلاً وسط بيكم